طيب هبدأ بعودة البعثة البعثة وصلت للقاهرة بالسلامة في الساعات الأولى النهاردة من صباح اليوم وبعد طبعا رحلة الجزائر ومواجهة شباب بلوزداد والحقيقة يمكن ان الانطباعات دي لقطات طبعا من وصول الرحلة كان فيه تفكير قبل كده وانا قلتلكم يعني في حلقة الاسبوع الأخير أو آخر حلقة الاسبوع الأخير انه لا الاهلي قرر انه الفرقة ترجع كان فيه تفكير انه يبقى الصفر من الجزائر لغانا مباشرة بما انه الاهلي في الفترة دي ما عندوش ارتباطات رسمية لكن مارسل كولر قال لك لا انا محتاج ارجع القاهرة وكان مفترض انه هيكون النهاردة بس راحة من التدريبات لكن معلوماتنا كمان بتقول انه السويسري مارسل كولر قرر كمان انه بكرة يكون راحة سلبية للاعبين على انه يبدأ ان شاء الله بكرة هيبقى فيه اجتماع بس بينه وبين مساعدي عشان يبتدوا يناقشوا مع بعض برنامج التحضير لمطش ميدياما اللي لسه برضو يعني ما جات ليش معلومة مؤكدة هل هو اتحاد افريقي بيقول انه المباراة مزالت لغاية دلوقتي يوم الجمعة يوم 23 لكن كتير من المواقع الاخبارية والمنصات الديجيتل يعني بتقول انه المباراة يوم 24 وانا حقيقة طلبت من الزمل ان احنا تأكد من الموضوع ده بشكل نهائي لكن لكن الارب انه هو يوم الجمعة مزالت رسميا على حساب الكاف لو بنتكلم على الكاف تحاد افريقي هي مزالت حتى اللحظة دي يوم الجمعة 23 ميستر كولر الى حد كبير راضي عن التعادل يعني النتيجة بالنسبة له في ظل الغيابات وفي ظل التوقف الاستمر لمدة 6 اسابيع تقريبا فبالنسبة له هي نتيجة مرضية الى حد كبير جدا خصوصا انها حفزت على صدرت الاهلي المجموعة هي نقطة غالية جدا جات في ظروف صعبة جدا وفي بعض الاوقات وان كنت انا مش من اصحاب المدرسة دي في بعض الاوقات مبدأ تكسب ولا تلعب ده بيبقى منطقي يعني انا كجمهور استقبله وانا راضي امبرح اي نتيجة تانية غير التعادل الا طبعا لو كانت فوز الاهلي كانت هتبقى صعبة جدا جدا وهتعقد الحسابات بشكل كبير وخصوصا انه المواجهة اللي بتليها خارج الارض برضو لكن امبرح اعتقد انه اجمالا انك تطلع من المباراة دي بنقطة وتبقى بتحافظ على صدرت المجموعة هو انك قطعت شوط طويل جدا لمباراة او للحصول على بطاقة التأهل ليه بقول كده لانه المواجهة الجاية زي ما هيكون فيه الاهلي وميدياما مواجهة صعبة للفرقتين ميدياما بيستقبل الاهلي بطل افريقيا وسيد السيد القرى وبالتأكيد عامل حساب بشكل كبير جدا للمواجهة لكنه ده في نفس الوقت ما ينفيش انه عنده طموح في انه مكسب يخليه خص في الحسابات بشكل كبير فهو هيلعب بالتأكيد المباراة دي على انه حقا مكسب ما اعتقدش انه مباراة بالنسباله فيها يعني انك تمسك العصائب للنص زي ما بيقول ميدياما هيلعب مباراة مفتوحة وهيلعب على مكسب النادي الاهلي انه ما عندوش فرصة تانية هو في ذيل الترتيب في اخر المجموعة اربع نقاط لا تكفي على الاطلاق للمنافسة الحل انه يوصل للسبعة حتى الخمسة لا تكفي فبالتالي ميدياما هيلعب حساباته او رهانه في المباراة الاهلي على الفوز واتمنى انه مارس الكولر يقرأ او يبني السيناريو على هذا الاساس واذا نجحنا في السدراج ميدياما انه يلعب جيم مفتوح ويترك مساحات اعتقد ممكن فرص الاهلي تكون كبيرة جدا في العودة بنتيجة ايجابية اقرابها التعادل ونتمنها الفوز لكن في نفس الوقت عندك مطشو مهم جدا 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 هيتحدد على اساسه حسبات الجولة الاخيرة وهي معجة يانج افريكنز اللي هتكون في تنزانيا مع شباب لزاد في حالة تعادل الفرقتين اعتقد بشكل كبير جدا الاهلي حافظ على فرصه في صدارة المجموعة لانه ده معناه انه الفوز وحده الفوز وحده يكفي الاهلي في الجولة الاخيرة قدام يانج افريكنز في القاهرة للتأهل فزي ما هيكون العين على الاهلي يوميدياما هتكون العين على شباب لزداد ويانج افريكنز واحنا تعودنا يعني هي انا عارف هي دايما تقدر تقولكها دور او مرحلة المجموعات في نادي الاهلي الاهلي دايما بتكشرش عن انيابه يعني في اوقات كتيرة جدا يعني بنكون على حفة الخطر لكن الوجه الحقيقي للاهلي بيظهر بشكل كبير جدا بداية من الادوار الاقصائية ونتمنى نتمنى واخد بالك انه اذا اردت ان تطاع فاطلب بما هو مستطاع زي ما بيقوله في الظروف اللي احنا بمر بيها دي الاسبوع اللي جاي ده اسبوع صعب جدا ومحتاج دعم الجمهور اكتر من انا عارف انك ممكن تكون زعلان من 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 لعيبة حسس انها كانت بعيدة عن مستواها او انها مقدمتش افضل ما عندها زعلان على طريقة لعب ممكن تبقى مختلف على تشكيل ممكن تبقى مختلف على تغييرات كانت ممكن تحصل بدري شوية ممكن تختلف على انا بكلم مع الجمهور الاهلي يعني بكلم مع كل جمهور الاهلي ان انا بقعد اتفرج علماتش زي زيكم بالزبط وبحس وبفكر زي ما انتم بتفكروا بالزبط ممكن تبقى زعلان من توظيف لعب في ملعب كنت شايف انه اتظلم في التوقيت ده انه يلعب في المركز ده ممكن تبقى زي علام من لعيب خد فرصة واثنين وثلاثة وحاسس انه لما بتحتاجه في وقت معين مش بتلاقيه بيديك اللي انت بتوقعه منه لكن ده مش وقته يعني الكلام ده ممكن يتقال بعد ان شاء الله ما نتخطى مرحلة المجموعات احنا عندنا كلنا عندنا ادارة عندها جهاز فني عنده لعيبة عندها وجمهور اهلي في المقام الاول حتى قبل كل دول الرهان دايما على الجمهور عندنا مواجهة مهمة جدا وصعبة جدا في نفس الظروف وبنفس التشكيلة غالبا زي ما قلتلكم يمكن هينقصنا كمان مرهان عطية في مطش الجمعة اللي جاي فبالتالي يعني نأجل شوية الضغط ده حالة الضغط دي والانتقادات اللي انا شايفها بشكل كبير جدا على السوشال ميديا حدش يزنب فيها كلنا تحطينا تحت ضغوط الامر الواقع فرضت علينا ان احنا يعني نظهر بالمستوى ده وفي نفس الوقت ما نقدش نقول انه احنا مخسرناش حاك بالعكس احنا رجعين من الجزائر حتى مع انه العرض ما كانش افضل اقدر اقولك بمنتهى الصراحة والامانة انه سباب له الزاد فقط نقطتين والاهلي هو اللي كسب نقطة انا متفق معك في ده كله لكن الاهم هو المطش اللي جاي مطش الجمعة اللي جاي يمكن يكون الجهاز الفني وده شيء قوي ده بيحصل في كل حتة في الدنيا ما وفقش في بعض الاختيارات ممكن بس خدوا بالكم برضو يعني انا في اوقات وانا قعد بين الشوطين بتفرج على المطش شفت انه في اسمين تحديدا لازم يخرجوا ده وجهة نظر وانا حتى والناس اللي كانت تفرج معايا اتفقت معايا ده لكن انا مش ممكن ابدا هكون مكان مارس الكولر يعني انا مش عارف الناس اللي على الدكة عادة جنبي على البنش عادة جنبي دي حالتها ايه ممكن يديني قد ايه يعني ممكن ليقتل بدنية ليقتل فنية مدى جهزيته يخش يديني شوط كامل يخش يديني تلت ساعة يخش يكون ليه دور في وقت معين ورقة ممكن احتاجها وقت لما مثلا الظروف تتغير او سيناريو المباراة لقدر الله مثلا شباب له ازداد سجل هدف افكر اتعمل كلها حسابات لا يملك فقط الدراية بكل تفاصيلها غير المدير الفني ففي النهاية انت انت عاب تتفرج ممكن تاخد مية قرار وقرار لكن القرار حقيقي لا يملك ولا يتحمل مسؤوليته سوى مارسل كولر زي ما قلت لكم الفرق ان شاء الله النهاردة وبكرة اجازة الاتنين نرجع للتجامع ونبدأ ان شاء الله التحضير لمباراة مباراة ميدياما يوم الجمعة اللي جاي ترجمة نانسي قنقر